يحكم العلاقات المصرية الجزائرية إرث تاريخي من الدعم والمساند المتبادلة فقد ساندت مصر الجزائر في ثورتها العظيمة لتحرر من الاستعمار الفرنسي في عام 1954 وقد تعرضت مصر لعدوان ثلاثي فرنسي، إسرائيلي، بريطاني عام 1956 بسبب موقفها المساند لثورة الجزائر ولم ينس الشعب الجزائري أبداً أن مساندة مصر لثورته قد تواصلت بعض العدوان إلى أن حصل على استقلاله الذي دفع فيه ثمناً باهزاً من دماء أبنائه تجاوز المليون شهيد وفي المقابل لم ينس الشعب المصري أبداً للجزائر وشعبها والرئيس أنذاج هواري بوميدياً وقفته العظيمة الداعمة لمصر سياسياً ومادياً أعقبها 67 وهو الدعم الذي استمر بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وتواصل حتى حرب 73 والتي شاركت فيها قوات جزائرية وكانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم خلال حرب 73 فشاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن للمشاه الميكانيكية وترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة جداً من المصالح المشتركة على كافة الأسعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكانت الجزائر هي أول دولة يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن جاء إلى الحكم بعد انتخابه في يونيو في عام 2014 الأمر الذي أدى إلى حدوث تطوراً إيجابي كبير في علاقات البلدين وفي إطار التشاور المستمر يحرس البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والأفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق وسوريا واليمن والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في الدائرة العربية والإسلامية والأفريقية كما تعطي الدولتان أهمية بالغة لمواجهة الجماعات الإرهابية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة علاوة على التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتحرك سواء على المستوى العربي أو الإفريقي